أخي فخامة رئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة السيدات والسادة اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بالتهنئة فخامة الرئيس لتوليك رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية في خطوة مهمة على صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال متبنيا لفخامتك التوفيق والنجاح في قيادة مسيرة الصومال الجديد تلك الدولة العربية الإفريقية الشقيقة التي تمثل أهمية محورية في منطقة القرن الإفريقي فخامة الرئيس أنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في بلدكم الثاني مصر في زيارة تعبر عن عمق العلاقات التاريخية المنتدة بين بلدينا حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960 وظلت على عهدها في مسادة الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق ولا نزال نذكر بكل فخر الشهداء مصر الذين نفعوا حياتهم ثمنا لحصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدة أراضيه لقد عكست محادثات اليوم مع فخامة الرئيس حسن شيخ محمود مدى تقارب جهات النظر بيننا حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والأقليمية محل الاهتمام المشترك حيث استعرضنا كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية المنتدة بين بلدينا لقد تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرش في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا واتفقنا على أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال وجود افتتاح فرع بنك مصر التي تكللت بالنجاح في مستهل شهر يولو الجاري من خلال منح البنك المركزي الصومالي رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر ولازم نتطلع إلى أن يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التوابط التجاري والاستثمار المصر في الصومال بما محقق مصالح الجانبين بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير التدريب اللازم لبناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات كما تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشروعات على النهار الدولية وحتميت الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها وذلك اتساقت مع قواعد القانون الدولي ذات السلة ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء الاتفاق القانوني ملزم حول ملء وتشغيل هذا السد استنادا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي كما تبادلنا وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة القارن الإفريقي والتي حزن بأولاية كبيرة خلال مناقشاتنا اليوم واتفقت إرادتنا السياسية على نحو العمل معا على ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من قارتنا إضافة إلى تكثيف التعاون والتنصيق بين مصر والصومال فيما يتصل بأمن البحر الأحمر وعدنا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن سيارة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي بلغ الحيوان من منظور المتكامل يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية السادة الحضور لقد تميزت العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الرافض في إطار من المصالح المشتركة وتؤكد مصر دوما على دعمها للجهود الصومالية لتعزيز السلم والأمن في الصومال والقضاء على الإرهاب سعي لتحقيق التنمية المنشودة في هذا البلد الشقيق ومن أجل تخطي التحديات الرهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل أفضل يفدي إلى عودة الصومال ليتبوأ موقعه قعد فاعل مؤثر في منطقة القرن الإفريقي وعلى المستوين العربي والقاري أخي فخامة الرئيس حسن شيخ محمود أعرب لكم مجددا عن سعادتي بتشريفكم الكريم وتقديري لموحستنا البناءة اليوم التي أكرت حرسنا المتبادل على دفع التعاون الصناعي بين بلدينا تحقيقا لمصالحنا المشتركة متمنيا لكم والشعب الصومال الشقيق مزيدا من التقدم والاستقرار شكرا فضلت بخبطة الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس كمورية مصر العربية أصحاب المعالي السيدات والساد أنه لشرف كبير لي ولوفد بلادي أن نتواجد هنا في مصر اليوم أنني ممتن أمتنانا كبيرا لحفاوة الاستقبال الذي حضيت به وحضى به وفدي في هذا البلد العظيم سيدي الرئيس لن أتحدث كثيرا عن اللقات التاريخية والأخوية بين مصر والصومال على مدار القرون الماضية ولكن التاريخ الحديث في مصر الذي دعمته مصر بدءا من التاريخ الحديث بدءا من حرب العالمية الثانية ودعم جهود مصر للصومال في هذا الصدد فإن كذلك المصريون قد دفعوا حياتهم سمنا للصومال ومساندتها للحصول على استقلاله وتصبح بلدا مستقلا فإننا نتذكر كذلك الدور الذي قام به الرئيس السادق في قيادة الصراع من أجل الاستقلال مصر والصومال كان يرتبطان ارتباطا عميقا في كل المجالات الممكنة الاقتصادية والأمنية وكذلك في تقديم الخدمات الاجتماعية ولازال هناك ماردارس قد أشهدتها مصر في مقاديش وفي الصومال وفي مناطق أخرى في الصومال وهناك كذلك رموزا اللي لازال هناك رموزا تدلع على علاقتنا هناك فإن الصومال الصعبة والمشكلة التي تواجهها على مدار العقود الثلاث الماضية وعلى مدار الثلاثين عاما ماضية كانت مصر معنا لكي تكفل عودتنا إلى لتبوء موقعنا الصحيح في هذا المجال لا يوجد وقت أفضل من اليوم لاستعادة هذه المكانة سيد الرئيس أنني ممتن للدعم الكبير المقدم لنا فيما يخص الأمن والخدمات الاجتماعية واستعداد مصر لدعم مصر ومواصلة الجهود والدعم الذي نقدمه والذي نتلقاه من مصر هو دعم من القلب ودعمه يرتبط بالعلاقات التاريخية بيننا والدعم كما ذكرت سيادتكم يساعد على تحقيق المصالح المشتركة في المنطقة وفي باقي أنحاء العالم أنني ممتن كثيرا لهذا الدعم الصومال سوف يسهم من جانبه في هذا المستقبل المتميز لبلدنا إن شاء الله ومرة أخرى لا أستطيع أن أقول أكثر مما ذكرت وأنني كذلك ممتن لإسهام مصر في أعادة بناء الصومال شكرا سيدي الرئيس وشكرا للشعب المصري على هذا الدعم المستدام لحقوق الصومال شكرا سيدي الرئيس شكرا للمشاهدة